لا يزال مرحا ضرورة اجتمال جدول اعمال قيادة الشرعية وحكومتها بالاشتراك مع حكومات دول التحالف العربي على مهمة وضع استراتيجية شاملة واضحة ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف بهذه العبارة الشجاعة افصح بيان الحزب الاشتراكي عن تطلعات معظم اليمنيين بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للثورة ضد المستعمر البيان الذي دعا الى وضع علاقة متكافئة بين اليمن والتحالف ذكر ايضا ان اليمن يعيش ظروفا تشبه ظروف طرد الاستعمار في اشارة واضحة للدور السلبي لدول التحالف في عدن والمناطق المحررة مراقبون اعتبروا بيان الاشتراكي بمناسبة الرابعة عشر من اكتوبر بيانا تاريخيا عبر فيه الحزب عن تطلعات الناس وحاجاتهم الملحة في هذا الظرف خصوصا في المناطق المحررة والعاصمة المواقة التي تشهد تجريفا واسعا للعملية السياسية وتضيق حتى بحضور الدولة برعاية مباشرة من دول التحالف التي تدخلت تحت لافتة استعادتها بعبارة واضحة ايضا تحدث البيان عن مصادرة القرار السيادي للشرعية وانكفائها تحت الوصاية الاقليمية التي لم تعد تخفى على احد داعيا الشرعية والتحالف الى اعادة تعريف العلاقة بينهما على اساس المصالح المشتركة والتفاهم المتكافئ احتفاء الشارع اليمني بهذا البيان عبر عن حالة الخضلان الشديدة التي يعيشها اليمنيون من الاحزاب السياسية منذ اندلاع الحرب التحالف العربي احتوى الاحزاب في الرياض وربما الجمها ولم تقم هي بالمقابل بما يواجه هذه الرغبة الاقليمية فتركت الشارع تتقاذبه كيانات ميليشياوية وما قبل وطنية من تصميم قوات التحالف المتواجدة في الداخل صوت اصاب هدفه فمتى يستقه الفعل ليس من الاشتراكي فقط وانما من جميع الاحزاب التي تعيش حالة موت سريري لم تحاول ان تفيق منه وتلتحم بجماهير الشعب وتعبر عن تطلعاته عدن تعيش وضع صنعاء قبل الانقلاب ميليشيات مسلحة تستحوذ على القرار السياسي على حساب الدولة وجيسها وامنها في الوقت الذي يكرر فيه هادي ونائبه وحكومته نفس الصمت الذي شهدناه قبيل الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 فهل يفرط هادي في عدن بعد صنعاء لا يبدو الى الان ما يقول غير ذلك باستثناء تحركات رئيس الوزراء ونوابه في عدن ولحج وأبيا وتعز في انتظار ما ستفضي اليه هذه التحركات يبدو الرئيس هادي وشرعيته في مفترق طريقين اما الالتحام بالجماهير والانحياز الى تطلعاتهم على ما يحمل هذا الخيار من مخالفة رغبة الجيران او الانصياع لهم وبيع القضية الوطنية ما يعني دخول البلد في فوضى عاصفة لا يعلم احد مصيرها وتوقيت انتهائها اشتركوا في القناة